ده بياخدني على جملة ولا جملتين والله هيونس مهطاول لأن احنا فعلا عايزين نعد مع مولانا الدكتور رحمد كريم و أطول وقت ممكن كمان باعتبرنا دي آخر حلقاتنا في رمضان يعني مع مولانا عمو بي معك بكرة عادي السردية تعال بقى هنا إيه؟ نروح على الجملة الجماعة الصهاينة المحتلين الغصبين لأراضينا دول عندهم سرديتهم اللي موجودة في الدراما اللي بيروجوها و عندهم سرديتهم في السينما اللي بيروجوها عندهم سرديتهم فيما يتعلق بالمدابح أو المحارق اللي حصلت في الحرب العالمية التانية عندهم سرديتهم فيما يتعلق من وجهة نظرهم حقوقهم التاريخية والدينية والسماوية في إنهم يبقوا موجودين على الأراضي الفلسطينية السؤال بقى إحنا عندنا السردية بتاعتنا في حد هيجي يقول يوسف أنت كده مشوفتش بقى الأفلام الانتاج فلسطيني لأ أنا شفت كل الأفلام أنا بقولك أجزم لأ أنا شفت كل الأفلام اللي تم إنتاجها على القضية اللي هي الإنتاج الفلسطيني إنتاج أردني إنتاج تولسي بالمناسبة وأصد أقولك تولسي الطارب بس أنا شفت كل الأفلام بس مش دين مسألة كل الأفلام هذه ليست سردية ليه بقى؟ أولا لأنها محدودة النطاق جدا اتنين زواياها ديقة برضو لسه إحنا لاشتغلنا على وثقيات عربية كبرى العالم ينظر إليها وتخلق جدلا لسه قبل مليحة إنه يبقى فيه عندي سردية عربية أنا من الناس نتقولك مصرية طبعا حول هذه القضية على شاشة التلفزيون دراما فتتشاف من المحيط الأطلنطي لحد أقصى حدود العراق وده حاجة مهمة جدا دي أول مرة دي أول مرة لسه ما عنديش السردية بتاعتي طيب عندي سرديات أدبية عندي مترجمة بأن هي لغة هي عربي والترجمات غير العربية أو للغات غير العربية شديدة تلقلها شتكات تكون نادرة طيب غير السردية محللين السياسة بتوعي الكتاب الأقلام العظيمة يعني وأنا بكلم جدا ده مش تهكب عندي أقلام عظيمة ومحللين حالا ومحللين يا كبار فين الطرح والتنظير فيما يتعلق بحل هذه القضية يعني فيه فرق كبير ما بين إن الدولة يبقى لها وجهة نظر وعندها طرح وده موجود طرح الدولة قائم على أركان واضحة ثابتة هي حل الدولتين أولا العاصمة هي الأدس الشرقية ثانيا ثالثا هي إن الحدود تبقى على حدود ما قبل أربع عيونيو 1967 التنظير والطرح على قراء الصحافة وإلى آخره لهذه الفترة أنا مش بتكلم على الأسادزة الكبارة اللي طرحه زمان أنا بتشرف إن أنا ابن مصطفى الحسين عنده طرحه مصطفى الله يرحمه توف أبويا توفى في 2012 عشرين لقدة 2012 أنا بتكلم على طرح الجيل بتاعي طرح الجيل اللي أصغر شوية طرح الجيل اللي أكبر مني سنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة فين؟ أنا عايز أشوف طرح مش عايز أشوف تحليل موقف يا جماعة فرق كبير ما بين تحليل الموقف الراهن دي قصة الطرح بتاعي وبحث الأليات ووضع أفكار جديدة لتفعيل رؤيتنا اللي احنا متفقين عليها اسمها حل الدولتين دي قصة تانية خالص ترجمة نانسي قنقر